مصر يا عالم بطولها 80 أكتر من 80% والعالم يقف متفرجا طيب مش مقررين تخشوا في إطار حل حقيقي مش مقررين تخشوا في النقو وتساعدوا في الضغط علشان نعمل هدنة أو وقف إطلاق نار أو نعود على ترابيزة المفاوضات نتكلم في حل الدولتين طب على الأقل ساعدونا نوصل للناس أكل وشرب ومية ومساعدات ومهمات صحية ساعدونا يعني 193 دولة في العالم مش عارفين يلموا فلوس بلاش فلوس مش عارفين يلموا بضائع ومساعدات نحطها في الشاحنات وندخلها 193 دولة طيب بلاش احنا 22 دولة عربية معقول إن دولة واحدة من الـ 22 دولة عربية شايلة لوحدها 80% من المساعدات وكل الدول اللي حوالينا ده معقول ولاقي ناس تانية تقول لك ليه مصر شايفة أن هي يعني كبيرة؟ ليه مصر تتعمل باعتبارها الشقيقة الكبرى؟ ليه مصر معتبرة أن هي صاحبة القرار الأول؟ عشان كده اللي عاوز يبقى كبير يتفضل يشتغل اللي عاوز يبقى كبير يدخل مساعدات مساعدات بجد مش صندوقين في طيارة انا بتكلم بجد بقى اللي عاوز يبقى كبير يدخل مساعدات بجد مش صندوقين في طيارة ولقي تلتين تلت تربع طيارة فاضية ماينفعش اللي عاوز يبقى كبير يضغط معنا على الصهاينة اللي عاوز يبقى كبير يضغط معنا على الأمريكان ده اللي عاوز يبقى كبير يا جدعان عاوز تبقى كبير تبقى كبير بأفعالك لكن عاوزين نبقى كبير كده بالحب يعني عاوز تبقى كبير يبقى هتبقى كبير بإنسانيتك عايز تبقى كبير هتبقى كبير بالفعل عاوز تبقى كبير هتبقى كبير بقدرتك على الضغط